السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا نمتلك UBS مع الانترنت مع الروتر لشغلنا الروتر شعن يعني من تطفى الكهرباء راح يتحول تغذية الكهرباء على الروتر على ال UBS ال UBS هذا بعد فتر راح يضعف عدنه ومن يضعف تقل الساعات مال التجهيز يعني يضل ساعة او اكون الساعة اللي نسوي راح نوديه للصيانة لأي واحد عنده صيانة او بالمكتب على الترنت يبدله البطاريات نوديه للجهاز هذا طبعا هذا الشكله هي انواع مختلفة الجهاز هذا يشتغل ما بيشي بس انا احبه اخليه يطول اكثر من الساعات اريد اضعف الاستمرارية يكون اثراع الساعة راح اشغل لكم هذا شوفونا يشتغل وما بيشي وبطاريات اللي راح اشوي هو اضاعف له البطاريات اللي موجودة بداخله امطية ضعف بطاريات اذا فتحت القبق ما لهذا الكبر اللي هنا البطاريات اللي بداخله اربعة اربعة شون الربط مارهن الربط مارهن كل اثنين مربوطات توازي يعني عادلين بطارية واحدة مقبوسات الموجب على موجب وسالب على سالب بهذا الشكل البطارية الثانية كذلك واثنين هم مصلات واحد بعد الاخر النتيجة مربوطات اثنين توازي واثنين توازي مربوطات الاربعة على التوالي يعني الربط مارهن يكون بهذا الشكل وهذا الشكل زين نحن هسا عطل عندنا هذا عطل او الريد القوي يعني بحالتين واحدة اما الريد القوي راح نفتح اليو بي اس او الريد نبدل البطاريات التالفة ونخليه بمكانهم بطاريات جدا بنتروح لبوصيان ايش راح ينطيك راح ينطيك بطاريات مالات يو بي اس ينطيك اربعة جهازات جايات من الشركة البطاريات شين هال البطاريات ينطيك اربعة ليثيوم مكبوسات ومو يكونون بهذا اللون يكونون بهذا اللون اربعة مكبوسات وجهازات والاسلاك مالتهم طالعة من تجي تقرأ على كل البطاريات موجود موجود ثلاثة وسبعة بالعشرة يعني ثلاثة فولتات ومن يش حان يفول يصير اربعة فولتة اربعة وثلث كل البطاريات واحدة يصير اربعة وثلث طبعا انا نحكي على هذا النوع قبل لا تبدلوا قبل لا تعديها للصيانة او وصلت لبصيانة انت لازم تناقشها والسؤال فيها من تجي البطارية هاي مالة اليوبياس راح تباوع لها البطارية لازم تقراها هنا ش مكتوب عليها اذا تقرأ على البطارية ش مكتوب تشوف مكتوب ثلاثة واثنين بالعشرة فولت هاي هنا الكتابة الموجودة ثلاثة واثنين بالعشرة فولت الفين ملي امبير يعني ثين امبير ينطيك ثلاثة واثنين بالعشرة فولت البطارية الوحدة يعني مو اربعة هاي مو اربعة البطارية اذا تشوفون الحجم ماله اقارن النوية الثلاثة شوفوش قد النقص والفرق ماله هذا الفرق الفرق هو هاي تقريبا بسانتين بين البطارية الاعتيادية الليثيوم اللي هي موجودة ببطارية اللابتوب او الحالية اللي اللي جاي يجهزون بها هي تجارية للربط فش يسوي الابو الصيانة يشيلها البطارية يرفع الكبس مالها يشمرها ويركب لك اربع بطاريات اربع ليثيوم كل واحدة قيمتها اربعة فولت ثلاثة سبعة من العشرة فولت اللي صار هنا شلت امو الثلاثة فولت اللي هي اكثر عمر واكثر استمرارية لان حجمها حتى طبعا حجمها تشبير اذا تقارنونا بهذا الحجم وخليت مكانها امو الثلاثة سبعة من العشرة وشحنها يكون اربعة فولت هنا راح يشحن هو يبدو اليو بي اس يشحن هالبطاريات اذا شحن الترتيب لا يكون بهذا الشكل راح يمطيك اربعة باربعة ثمانية فولت النتيجة هي ثمانية فولت تتلفن البورد امارتي بعد فترة راح يحترق اليو بي اس راح يتلف فلازم انت تركب نفس البطاريات اللي موجودة هنا ما يصير يضيفينها بطاريات من هذا النوع مكبوسة وجهزة وقدرة كل واحد ثلاثة هسا راح افحصلكم البطاريات اللي موجودة باليو بي اس هاي اللي هنا هاذا الوفو ميتر مشاغلا احنا افحص البطارية كل زوج راح افحصنها سوء ثلاثة وثلاثة بالعشرة وهذا الزوج الثاني هم راح افحصها ايضا ثلاثة وثلاثة بالعشرة طبعا هاي فولة البطاريات ايضا اكون هو موجود انتم تشوفون هو قصير بداخل الو بي اس تشوفه قصير يعني مبطول هذنين تشوف الحجم ماله قصير لكن هو ايضا ثلاثة وثلاثة بالعشرة او يجي بالصيانة وحط البطاريات بدلها بطاريات ام الاربعة فورت ام الـ ثلاثة وسبعة بالعشرة فالمطلوب انتهسي عنها سهل البطاريات اذا راح يدلفحصها بالاوفو ميتر ايضا راح تطلع عندنا ثلاثة وثلاثة بالعشرة هاي البطاريات اللي تجي ببعض الو بي اسات هاي طبعا مشحونة ثلاثة واربعة بالعشرة مشحونة مشحونة بهذا الشاحن هذا الشاحن خارجي لحد ما فولت البطاريات شحنها تعدي ووقف عدي شحن اشتغل اخضر ان هي اخذت ثلاثة واربعة بالعشرة ووقف الشحن عنها البطاريات لانه هي نظامة ثلاثة فورت وهي نظامة ثلاثة فورت فما يصير نركب بطاريات اربعة فورت هاي البطاريات الاربعة فورت ما يصير نخليه واركتاب الذي موجود signing some copy 3.7% ال物اس لا يحدث تبدل البطارية خلقي هنا نظه حتى سيdegree سؤال Funny وبين هذه القراءة هنا الموجودة هذه البطارية موجودة على 3.2 بالعشرة وهذه البطارية موجودة على 3.7 بالعشرة فهنا الأخطاء اللي صير عنده أبو الصيانة من يبدلك البطاريات ويسبب مشكلة فانتهنا من هذه المرحلة لازم تغيير البطارية لازم يتناسك لازم إذا شلت بطارية 3.2 بالعشرة فولت تخلي مكانها 3 ياما تجيب بطاريات نفس الحجم تجيبينها بهذا الشكل وتكبسها مثل ما أنا سيساويت تكبسها بهذا الشكل تكبسها وتخليها وياها أو تركبها ان تبيدك ياما عن تجيب بطاريات صغيرة لكنها أيضا تقرأ ثلاثة فولت وهم يتركبها وتخليها بمكانة المهم نفس الفولتية حتى تحصل على طريقة ربط صحيحة وما تكون عندك مشكلة باليو بيأس اللي سويت أعسانا كبسة البطاريات نفس الكبس هذا كبسة موجة بثنيا وهي هذا السالب ذن البطاريتين النتيجة هي عندي 6 فولت تطلع ومنها ثلاثة ومنها ثلاثة هتكون ستة ونصف فولت البطاريات ذنين يطلع ستة ونصف فولت لليو بيأس هذا إذا أفحصها هنا بهذا الشكل اللي راح يطلع عندي ستة ونصف فولت على أطراف البطاريات هنا هاي البطاريات أيضا هي ستة ونصف فولت أو حاصل لكم هاي الرئيسية طبعا أنا البطاريات ذنيني ما بيشي بس مجرد أنا خليتها حتى أحصر على وقت أكثر ستة ونصف فولت هاي البطاريات اللي موجودة راح أنقل الحمل الموجب هنا أخلي على الموجب هذا والسالب على السالب والمشترك هذا القروند اللي هو موازن الشحن البرنس أيضا أخليه هنا وبعدها أطلع الأسلاك أترك القبق بهذا الشكل أركب البطارية هنا أخليها أحمل وايرات الأسلاك وغنفها بأشعة عادية الحل وطريقة التعامل الفني من تريد تبدل على الدراتر البطاريات البطاريات طبعا أخي شن البطاريات اللي موجودة عندك اللي راح تركبها قل الان البطاريات اللي عندي هي ثلاثة فولت اللي موجودة هاي ثلاثة فولت ثلاثة واثنين بالعشرة تكون البطاريات اللي بداخله إذا عندك ثلاثة فولت ثلاثة واثنين بالعشرة وإذا عندك ثلاثة السابعة بالعشرة لا تركب ما بتوازع عليه من الحد ما يوجد لك بطاريات ثلاثة فولت حتى يبقى يبقى أسمانك يشتغل بصورة ساعة لا يحترق و يتلف طريقة العمل بسيطة يوجد بطاريات ترفاهم بدون ما تفلت أي شيء بس مجرد أن يتخليه بهذا الشكل وسلك أحمر وصلت على سلك الأحمر الموجب بهذا الشكل وصلنا إلى الموجب هنا وصلنا إلى الموجب مجرد أن يكون بجانبنا السالب هذا الموجب هو 6 فولت ويجريبه مع البطاريات هذا السالب وهناك يحمر في هذا المكان وفي هذا السالب لا يوجد شيء مجرد يوجد شحن بطاريات بكل نشاط الجهة الثانية هاهavة الموازن هذا الموازن اللي موجود اللي هو الخط المشترك هذا بين البطاريات أيضا خليل السيلك هنا بنفس اللون المهم التعرفة أن المشترك هذا تلح موية المشترك اللي موجود بالبطاري بعد ما وصلت هاي 3 اسلاك رجع البطاريات بنفس المكان هنا وأبدأ أثقب القبق هذا بكل مكان أخليه سيلك مقابل إليه حتى أربطنا على البطاريات اللي عندي بهذا الشكل يكون القبق أباوع هنا إذا أشوف هنا أكل القالب مالي يعني رح يكون هنا ثقب بالمنتصف بهذا المكان للسيلك أيضا هنا بين البطاريتين بهذا المكان رح يكون هذا بطاريتين أيضا بهذا المكان وأثقب لثقب آخر المقابل هي أيضا هنا بهذه الجهة إذا أخليه بهذا الكتر رح يكون هنا بالمنتصف أثقب الثالث مال الموازن آية ثلاث أثقب رح أسويها السيلي اللي أسوي هنا أطلع السلك منه هذا المكان وأيضا هذا السالب مقابلة هذا الشكل وهذا الموجب أيضا مقابلة منه هذا الشكل طلعت الأسلاك من البطاريات القديمة اللي لحمتها هنا ما رح سير عدة كاي مشكلة إن شاء الله لأن مكان الأسلاك إجا صحيح بالتركيب طب إذا كبالها سيشتغل ما بي شي ما عدنا مشكلة وطلعنا أسلاك الاشتراك اللي رح مربط بهذا الشكل هس نبدأ نقصر هنا حتى يكون عندنا قياس صحيح هذا هذا الشكل أقشط الأسلاك بحذر حتى ما ينقطع من الداخل هذا الشكل أخلي صلدر على روس الأسلاك هنا حتى باللحية ما صر عندنا مشكلة ويتعب عني أبدأ خليل هين هذا الشكل البطاريات اللي مجموحة 6 مورت 4 بطاريات أول شي أبدأ بيه هو الحمل السالب أوصل السالب هنا بهذا المكان هذا السالب بعدها راح أوصل المشترك اللي هو الموازن هنا راح يكون مطرف هذا طريقة اللحام لا يوجد أي مشكلة لأن تقاعد على نيكل جاية اللحام هذا نوصل بهذه الطريقة هذا المشترك وأخير شي أوصل الموجب هذا خط الموجب أيضا نوض بداية على نيكل نخلي صلدر هنا وبعدها نرحم الموجب هس كمال التوصيل هنا بالتشغيل راح شغل ونشوف اشتغل وعند التركيب الذي يريد توصل انتبه واشحن البطاريات إذا البطاريات القديمة مشحونة انت اشحن البطاريات اللي راح تركب ذني جد حتى ما يظل يفرغ البطاريات تشحن وصير عندك اختلاف وحمها فانت اشحن وصل هن ثلاث وولت والحم بهذا الشكل هنا على الراوتر هذا مول حق اضافي الحماية نفسه مرت البيئة مست راح تبقى شغال موجودة نفسه اللي يحميلك البطاريات ايضا يحفظ انه ما بها اي مشكلة او خطورة ما موجودة مجرد ان ينطيك وقت اضافي الراوتر اذا كان يشتغل عندك ستة راح يصير ثمائي ساعة واذا يشتغل ثلاث ساعات يصير سيس ساعات راح يضعف واذا البطاريات القديمة ضعيفة راح البطاريات راح تقويها وراح تاخذ الشحن وستمرار من ذنين يعني هالطريقة هي طريقة جيدة والمهم هو انك تنتبه للفورتين الموجودة بالبطاريات المضافة بهذا المكان الشي الخطوة الاخيرة تخلي لك هنا كفر او تخلي اشعة تقص الاشعة بهذا الشكل تشد براغي تكون براغي كل نعم ومو طويلة او تخلي لاصق هنا عليها والثب بالثب هذا الشكل طبعا بالنسبة لير استخدم دائما لاصق هذا الاصلي من الياف هذا يكون قوي وما بعد يعزل من الحرارة او يسل وعيما ولا تخلي براغي مثل ما قلت لك يعني البسيطة تكون البراغي ولي افضل هالج اذا راح لديه ار Bulgar براغي وذا اثر البراغية ايضا اثر 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 البطائلات ثبتت هنا على الو بيس في هذا المكان والشحن عادي يعني سيكون الشحن احتيادي ما بأي مشكلة على الكهرباء الطريقة هاي ناجحة ومضمونة أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا